الآن يعني لما وزيلت بعض المباني اللي في المسجد الحرام للتوسعة احتجة كثير من الناس بل كثير من الناس من احتجة عليه ذاته ايش بعض المباني خارج الحرام للتوسعة قال هذه مباني تاريخية وكذا اين التاريخ اين الاثار الدول الاخرى تهتم بالاثار وانتم تزيو اثار المسلمين بل في مكتبة مكتبة يقال هنا ورد النبي عليه الصلاة والسلام فوزيل هذا المبنى ووضعت مكتبة في مكتبة الان مش على شكل قديم يأتي بعض الناس ويتمسح فيها فمشكلة هذه تعلق الناس في الاثار القديمة وما زال الآن بعض الناس يطرح هذا يشوف اثار ازالوها حتى بعضهم يقول اذا كان البيت اللي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم بدل ان يعظم بدل 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 حول الى دورات مياه حول الى دورات مياه يعني يضمون الحكومة وحكومة المملكة على ايش هذه التوسعة ووضع الوضوء الناس ستتوضى يعني ما تريدون تريدون ان تبقى الكعبة والحرم على ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم الان هكذا مع هذا الجهد العظيم اللي ما مر بالتاريخ مثله ما مر بالتاريخ مثله حتى ان المزل الحرام مع التوسعة يتجاوز ايش يعني سعة تتجاوز اكثر ايش من مليون مصلي في لحظة واحدة طيب لو كان على المبالي القديمة كم راح يسعى ما يسعى حتى ولا عشرة الاف فما احسنوا بذاك ومع ذاك فيه كثير من الناس ينتقد ويتكلم حتى على الصح يتكلمون فالشيخ قل لعل في هذا مفسد اللي وزيلت هالقبة الموجودة اللي صال لمئات السنين ربما صرفتنا ايضا عظيمة فجلب المصال دفع المفاسد ودرع المفاسد اولى من جلب المصال